ترجمة نانسي قنقر رئيس قسم التعليم الخاص في المديرية أكد أن الوزارة تقوم بمتابعة المدارس الخاصة بجولات ميدانية للتأكد من جاهزية الحافلات وصلاحيتها للاستخدام ترجمة نانسي قنقر نحش طلع عليها عشان كانت في سيارة قدامنا نزل هيك بعدين مال هيك بعدين قلب يعني صدمة الباص قال بالحالة هي أنه شي كبير يعني بس الحمد لله يعني أنه طمنتنا أنه ما فيه إصابات ما فيه أي أذى ولا ضرر والأمور سليمة هذا أمر لا يمكن التهاون فيه على الإطلاق إذ لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن وسلامة أبنائنا الطلبة فمن هو المعني ومن هو المسؤول؟ سامي جروان رؤيا ترجمة نانسي قنقر